بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابنائي الطلاب. طلاب مع حصة جديدة من حسس مستر ساينز. ومع مستر شريف الهواري. يا رب دمان بخير يا ولاد. وان شاء الله اه موفقين في الساينز وفي كل مواد بتاعتنا ان شاء الله. نارضة ان شاء الله نتكلم عن اه لسن نمبر فور. اه في كونسبت اه وان يونيت فور. اه اللي هو بعنوان اه اروجن. طبعا كنا يا ولاد اتكلمنا عن الحصة اللي فاتت. نارضة ان شاء نتكلم عن ونعرف بقى ايه هي اه معنى كلمة كده بالتفصيل ونفهمها كويس مع بعض. احنا حبيبي كده نبدأ مع بعض درسنا. هنا اول حاجة اه اه اللي احنا قلنا عليها واسم ان الصخور الكبيرة اللارج روكس صحة كده كلنا متفين على الكلام ده. طيب وبعدين تيجي بقى الخطوة التانية اللي هي خطوة يا ولاد بقى اللي هي ايه يعني اول ما الصخور تتفتت وتتكسر طبعا هتكون خلاص بقى جاهزة ان هي حصلها ايه ايروجن طب يعني ايروجن يا مستر ايروجن معناها يا ولاد اللي هي يعني كلمة اللي هي الترصبات بقى الفتاة دوت الحاجة صخور اللي تفتت تدي ما لها اللي هي من ايه ما لهم بقى يا مستر لقى تاني كده مستر بالراحة اليروجن بقى اللي انت تاخد الصخور اللي كانت كبيرة دي وتكسرت في تاخدها با وتنقلها لمكان تاني بفعل مين بفعل الويند والووتر والجرافتي يبقى انت ساعتها عملت حاجة اسمها ايروجن او حاجة حصلت اسمها ايروجن تاني انت يعني بيقولوا يا ولاد ان اللي متفتتها دي زي السان وزي السويل وزي بيسموه باسم ايه تمام كده اللي هي الترصبات يعني او اللي هو الصخور اللي تفتاتي بدي الفتات يعني 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 كم مستر يعني ابتدت تساوى بقى يعني شايفين بص هيا ده الطراب او الرمل ازاي وبعدك هتعمل ايه بقى تعمل يعني تسويها بسطح الارض تمام كده طبعا يعني اما تكون تسويها على سطح الارض او وطبعا اه ممكن نقول الكوع كمان بتاع الانهار والمحيرات طيب تمام يعني خلاص منتفين كده يعني مستر اللي احنا نعمل ايه اه بروسس اف سمول بارتكيلز اف سيند سويل اند روكس ار موفد تو اذر بلسز باي ويند ووتر اند جرافت طب ما تيجب ان نمسك واحدة واحدة من دول ونشوف بتنقل البارتكيلز اللي سمول بارتكيلز دي ازاي وتعمل ازاي تعالوا نبدأ يا ولاد اول حاجة يعني ايه هو تأسير او بتعمل ايه عشان تسبب اول حاجة يعني لو في شوية رياح خفيفة كده شوية رياح خفيفة كده ينقلوا حبات الرمل لمسافة قصيرة طب ايه يعني حوالي متر طب لو رياح شديدة يا مستر ايه العواصف والاعصير طبعا اكيد يعني الرياح الشديدة والاعصير تلقنهم لمسافات ايه يا ولاد لمسافات ابعاد طيب ايه احنا كده عملنا ايروجين ولا ما عملناش عملنا نقلنا نقلنا الفتات دوت والسخور الصغيرة اللي تفتت دي لمسافة ايه او لمكان ايه تاني طبعا ايه تعالوا نشوف المية بتعمل ايه يعني يا مستر يعني اه يعني اه الانهار والفلودز الفيضانات ممكن تاخد حبات الرمل دي او السويل تربة الارض يعني اه زراعية يعني يعني في اتجاه جريان النهر مصر كده شايفين المية هل دي مية ولاد شكلها نازلة مية نقية صافية لأ دي شايلة يا مستر ساند او شايلة سويل معها صح صح طيب ايه كمان حتى موج البحر بيسحب الرمل لمين يا ولاد بقى بيسحبه من الشاطئ صح بيسحبه من الشاطئ واحنا كده اه في المصيف وطلعين على الشاطئ لنبس لقى المية الموج كده وهو راجع سحب الرمل معي صح كده ايه كمان كمان يا ولاد يعني حتى كمان الامطار كأنها بتخسل كده الارض او التربة الزراعية وتسحب كده السويل دي بتاعة الفارم بتاعة الحقل يعني او بتاعة الارض الزراعية يعني اللي هي بتكون بجنب مكان فيه منحضر تسحب طبعا المية او المطر تاخد السويل دي وتنزل بيها وتنقلها بمكان لمكان كده احنا عملنا وعملنا وعملنا حتى يا مستر كبان بتعمل تعالوا نشوف بصوا الصخرة دي بتعمل ايه بتققع هي مستر طيب يبقى اسمعوا كده يعني اللي حصلها يعني تسحب يعني السخور اللي بتتفتت دي ممكن بتنزل طبعا بتأسير تنزل تبضل تنزل فين يا ولاد على الارض طبعا يعني على جانب من المونت طيب ايه كمان ازاي بقى سديمينتري روكس بتتكون يا ولاد تقول لي يا مستر انا ساعات بعدي وانا مسافر من مكان لمكان كده الاقي الجبال دي وحس ان هي مخططة كده صح كان فيها خطوط طبقات كان لان دي اسمها ايه يا ولاد اسمها ايه ده يعني جاء من كلمة يا مستر السديمينتس اللي هي الفتاة او الترصبات دي تفضل تترصى فوق بعدها طبقة فوق طبقة لحد ما تكون مين يا ولاد او بالشكل دوت اللي هي اسمير عليها صخور رصوبية بالعربي رصوبية يعني ايه يعني بتترصى فوق بعضها تعالوا نشوف كده بالراحة فاركز معي تاني كده الفتاة دوت او الصخور اللي تفتتت دي ترصبات دي بتدخلت مع المد مع الطين يعني يا ولاد وبقايا النباتات وبعدين فين يا مستر الكلام ده في الصحراء كمان وتعمل ايه بقى وتعمل طبقات زي ما انتم شايفين في الصورة كده لأ تاني كده ازاي مستر بتتكون هتقول له ايه اللي هي الرواسب ديت طبعا المد بقى الطين دوت لما يمسك بقى في بعض وينشف كده يعمل تناسك تمام كده في زمان كانوا بيبنوا البيوت بتاعتهم يا ولاد من المده من الطين ده طبعا في في البيوت الفلاحين او الارياف زمان كانت بتتبني بالشكل ده فتعالوا نشوف ناني بروحة كده ومين كمان بقى النباتات والحيوانات كله طبعا مسك في بعضه ازا بوتوم اوشان زي اما الكلام ده يحصل في قاع المحيط او في الصحراء وتعمل طبقات وبعدين بس كده لا استنى شوي يديهم بقى شوية وقت يديهم كده شوية وقت بعد فترة زمنية طويلة الطبقات تفضل تضغط على بعضها بصوا كده طبقات كتير تضغط لاسفل وتعمل طبعا هنا تعالوا نشوف بقى كده الناتس ديت هي هنا يعني ممكن نشوف بقى اثار ده يا ولاد وان ازاي الصخور ترصبت في مكان تاني وعمل يعني صخور رصوبية كده زي الجبل اللي شفنا ده بس الكلام ده بيحصل بعد ايه يا اما مئات او الاف او ملايين السنين بنقول بقى اه ده كان مكانش فيه الجبل ده موجود من من الف سنة او من مليون سنة لكن بقى موجود طبعا اه الانهار الجليدية يا ولاد تعتبر انهار من التلق او من ايس او سنو يعني او الجليد بتحرك ببطئة على سطح مين يا ولاد الارض تاني كده يعني لو قال لي في الامتحان سقول له ايه طبعا اه رايت تعالوا بقى يا ولاد نشوف الستيب نومبر ثري اه اللي هي احنا قلنا احنا قلنا اللي هي عمليت بقى اللي انت ايه بقى رصب بقى يعني ابتدي احط بقى الطبقات كده اه فوق ايه فوق بعضها طبعا we have learned طبعا from the previous lessons how rocks can be broken into smaller pieces through weathering and how طبعا these small pieces are carried away through erosion process طيب يعني عرفنا ازاي بتتكسر عن طريق اعمليه اسمها الواثرين وعرفنا ازاي بتتنقل عن طريق اعملي اسمها الاروزين طيب النهاردة بقى نتكلم عن ايه بقى تعالوا نتكلم عن اه اه بتعرفني بقى الصخور دي اخرها فين بقى خلاص يعني ها هتثبت فين وهتثبت في اي مكان تعالوا نشوف كده لما الرياح بتهب يا ولاد بتشيل الساند دوت فين معاها فين في الهوى وبعدين طبعا ايه مستر طول ما الرياح بتتحرك هتاخد الساند دوت وتنقله معاها المكان ايه جديد طبعا طبعا نيكامل بقى طبعا الويند بقى قلت قوتها وخلاص ما بطلت ان هي تتحرك المكان ما فيوش هواء ما فيوش رياح دلوقتي اللي يحصل يعني يبتدي بقى يحصل سقوط للرمل دوت او الساند دوت يا ولاد ويسقط في المكان ده طبعا تاني كده ما هاليروجين نقل طب يلا هتقع فين بقى هتقع في المكان ده يبقى ده مكان بتاعكم يعني هي عملية بقى خلاص بقى يعني السقوط ديت بعد ما نعمل لها عملية اللي هي عملية النقل نكمل كده عايزين نقاط يا ولاد عشان نسبة فعلا ان ديت بتأثر على شكل الارض ازاي تعالوا نشوف ايه تأثير المية في هنفرض ان ديت يا ولاد اتنقلت عن طريق المية مش احنا قلنا صح كده تعالوا نشوف يعني بيحصلهم طب ونفرض بقى ان ده تم هنا فقى في الاكزامبل ده باي ووتر اللي يحصل يعني المية اللي بتجري في النهر ليه هدول مهمة جدا في عملية ليه اقول لك عشان انا بعمل وباخد الفوتات دوت وبنقله من مكان لمكان تعالوا نشوف يعني يا مصدر يعني النهر ممكن يعمل آآ يعني آآ على جانبي النهر يعني تلاقي الرمل كده والفوتات والحصر والحاجات دي كلها ترصبت على جانبي النهر كده تمام كده لما النهر اللي شايل الرواسف ده يتيقابل البحر هنا كده تاني كده يتبقى الفوتات دوت يا مصدر يترصب ترصب كده لحد ما يكون مين يكون الدلتا النيل دلتا اللي هي الدلتا بتاعة نهر النيل بتاعنا ايه هي الدلتا يا ولاد هي عبارة عن ايه شكلها عامل زي ايه يا مصدر اتدى فان شابد فان شابد عرفين مروحة بتاعة الرياد دي كده او بيقول عليها شكل المسلس كده ايه شايفنا ترينجل ترينجل تشابد ترينجل تشابد كده اتدى فان شابد ترينجل تشابد كتلة من الطين ومراسط تانية بتتكون لما الريفر يقابل زي السيكت ده انا ده بتعمل يا ولاد بتاع الدلتا حتى كمان بيقول لك ان موجات البحر هتاخد بقى الرمل دوت والرواسف دي وتنقلها في مكان ايه في مكان تاني طيب اكزامبل تاني بقى اكشن طب انت يا ويند بقى لما تشيلي وتعملي هتحطي الفوتات والصخور بتاعتك اللي متفتتة دي فين تعالوا نشوف يعني الرياح القوية والضعيفة بتأثر في عملية تعالوا نبدأ الاول يا ولاد الرياح الضعيفة يعني ممكن بتعمل بس ايه عارفين الكزبان الرملية الصغيرة دي ايه بسوا عاملة ازاي يعني يا ولاد لما تشوف ان في مكان ترصب فيه الرمل بس عامل كده يعني كزبان رملية صغيرة كده ايه بس رملة خفيفة هي شايف هنا تعرف على طول ان دي كده يعني رياح ضعيفة زي مسلا طبعا يعني الساند ديونز على الشاطئ طب لو كانت يا مستر سترونج ويند كزبان رملية كبيرة وعالية الصحراء الغربية في مصر طبعا لان فيه كمان يا ولاد في الربع الخالي يعني يا مستر في منطقة الجزيرة العربية في منطقة اسمها الربع الخالي منطقة صحراء كبيرة فيها طبعا بس المرة دي باقي كزبان رملية كبيرة طبعا ده كده ده كده كده خلصنا يا ولاد الليسون بتاعنا يا رب نكون فيهمناه اه تعالوا كده نحل السؤالين دول مع بعض الرياح في الصحراء هل فورميشن اف دلتا ولا فورميشن اف ساند ديونز طبعا اكيد يا مستر فورميشن اف ساند ديونز يعني ومع بي لكن لما النهر يقبل البحر اكيد فورميشن اف دلتا ودي كده نمبر تو مع ايه يا رب نكون فيهمناه الدرس يا ولاد موافقين ان شاء الله اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته